استمعوا بالله عليكم هذا ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية حتى تعرفوا الحقائق التي لا تقال لنا ولا يراد لنا أن نسمعها باسم الحق وباسم الفتنة أنا أقول لكم باسم الكذب والتزييف كذا كفى كذبا وتزييفا علينا وعلى أمتنا يقول معاول ابنه انصب نهارا في طلاب العلا واصبر على هجر الحبيب القريب حتى إذا الليل أتى بالدجا واكتحلت بالغمض عين الرقيب فباشر الليل بما تشتهي يا شاء الله على التربية الإخوة والأخوات الذين يحبون أن يتلقوا دروسهم في التربية ليقرأوا سيرة معاوية مع ابنه يزيد كيف يربيه وفي المقابل انظروا إلى علي كيف رب الحسن والحسين ليأتي يا يزيد فيقتل الحسين شر قتله إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمانه نعم يقول فباشر الليل بما تشتهي فإنما الليل نهار الأريب الذكي نهاره هو في الليل يفعل ما يريد لا أحد يراه ماذا تريد؟ افعل كم فاسق كم فاسق تحسبه ناسك قد باشر الليل بأمر عجيب غطى عليه الليل أستاره فبات في أمن وعيش خصيب ولذة الأحمق مكشوفة يسعى بها كل عدو مريب يا سلام على الحكمة يا سلام يا سلام على التربية معاوية يقول لابنه يزيد لا تذكر أمام الناس لأن هذا سيسيء إليك سيسيء إلى سمعتك طبعا هو حاط في باله معاوية أن يجعله أمير المؤمنين أمير المؤمنين بعدها أيها الإخوة قال له لا تشرب أمام الناس تحب أن تشرب تحب أن تعربد في الليل الليل نهار الأريب العجب والله العجب والله من الحافظ ابن كثير رحمه الله وعفى الله عنه قال وهذا كما ورد في الحديث من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر قلت لا والله ما هذا كهذا يا ابن كثير لا والله الذي رفع السماوات يا ابن كثير ما هذا كهذا ووالله الذي لا إله إله لا يقبل أحد من أحد مننا أن يؤدي بابنه على هذا النحو وسيتهم بأنه منافق ومتهتك وربما اتهمه بالزنطقة سيقول له أنت زنديق تقول لابنك عربد في الليل وفي النهار اظهر بأزياء الصالحين قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول أين القرآن يا ابن كثير يا مفسر القرآن يا إمامنا عفى الله عنه زلة لعالم كبير لكن الهوى حبك الشيء يعمي ويصم انتبهوا حبك الشيء يعمي ويصم وحبك الحق والحقيقة يكشف الغماء عن عينيك فترى الأشياء بأقدارها حتى وإن كان القائل في مثل جلالة في مثل جلالة الحافظ من كثير وإنه لجليل إمام وحافظ ومحدث ومؤرخ ورجل صالح لكن هذه زلة زلة كبيرة يا ابن كثير لماذا تد أن تخدعنا عن الحقيقة ترجمة نانسي قنقر